مساء الخير هزمت الدولة على محور ولا رأي لمن لا يهاب بضع كيلومترات شمالية اختزلت السلطة بمجالس أمنها ووزرائها وخطتها الأمنية التي لاقت حتفها على أيدي قناصة أقوى من كل الخطط والاستراتيجيات نهار باب التباني وجبل محسن مر عنيفا بمقتل عميد العسكر في الحزب العربي الديمقراطي بسام عبدالله واستهداف الأطفال بين محوري القتال وتعذر السيطرة الأمنية على الشوارع المتوترة المعالجة السياسية جاءت في الاجتماع الأمني الذي يصدر أوامر لا تصرف في بنوك البارود شمالا ولما وجدت السلطة أن حصانها غير رابح في السباق الترابلسي أعلنت عبر رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات جادة هذه المرة ما يعني أنها كانت تمازح الآمنين في المرات السابقة وأن الدولة نفسها لم تصدق قراراتها الخطة في بعبدة لكن القرار في يد قادة المحاور الذين يحضرون الاجتماعات كزعماء مقررين متمتعين بحق النقد الفيتو على ما لا يروقهم وهم أيضا يجاهدون ويضطرهم الأمر إلى النزول كمقاتلين في الميدان يتفننون في التقاط الصور وفي ابتداع وسائل تحمي وجودهم على المحور فمن ساحب السلطة هذا النهار؟ اجتماع بعبدة أم الشيخ سالم الرافعي الذي اجتمع في مكتبه بمنطقة الضم والفرز بقادة محاور باب التباني فضم إليه الميليشيات وفرز ترابلس مطالبا بحل الحزب العربي الديمقراطي لأنه تابع للنظام السوري الأمن العائم بالفلتان شمالا يوزيه أمن مهتز تحت الرماد بقاعا مع تعقب سيارات تحمل الموت المتنقل وبينها سيارة حوش الحريم التي كانت تحوي مقاتلين وأسلحة وأحزمة ناسفة واشتبكت مع دورية للجيش اللبناني وللبقاع صلة وكلام آخر إذا ما بدأت معركة القلمون لكن معارك الريف الدمشقي تحتل الأولوية السورية مع اشتداد حلقة النار التي امتدت بالأمس إلى ضرب خط أنبيب الغاز في دمشق وهو اعتداء لا تقدم عليه إلا إسرائيل التي أصبحت ذات خبرات في ضرب الأنبيب من مصر إلى سوريا وتقوم بتدريب عناصر مسلحة على أراضيها لإرسالهم إلى مدن سورية بهدف تنفيذ الاعتداء وهؤلاء المسلحون كما كشفت الجديد في نشرات سابقة يسلكون طريق الجولان درع ريف دمشق بعد أن يكونوا قد أتموا تدريباتهم في إسرائيل وتزودوا المعدات اللوجستية اللازمة وهي مجموعات مختلفة عن تلك السورية المعارضة التي تتلقى علاجها في مستشفيات الجليل ونهارية وتصل إلى نحو 300 جريح ومتى ثبت لسوريا أن إسرائيل ضالعة في ضرب إمدادات الطاقة وخطوط الأنبيب فأن ذلك سيحتم عليها معاملة تل أبيب بالمثل وضرب خطوطها الظاهرة برا وبحرا سوريا أيضا تكتمل صفقة أعزاز بالإفراج التدريجي عن السجينات السوريات اللواتي وصل عدد المحررات منهن إلى واحدة وستين امرأة وإذا كان ملف السجينات قد غضع على خطوط سالكة فإن لمتراني حلب مساعي جديدة يقودها اللواء عباس إبراهيم الذي وصل إلى قطر اليوم لمتابعة الصفقة الثانية اشتركوا في القناة